مكملين معكم متابعينا وهلأ حنحكي بالشيء بعتقد عداي أنه كل واحد فينا بآخر السنة أكيد بيفكر فيه مبلش نحط خطط للسنة الجديدة الأحداث الوعود على فكرة مو دائما بتكون للناس اللي حوالينا هي كتير من الأحيان بتكون لحالنا والسؤال اللي منسأله كمان ويعني هيك مثل الأمنية اللي بتكون عنا وين حنكون السنة الجاي إن شاء الله نكون بمكان أفضل تماماً صيبة وخبيرة التنمية البشرية رهب تسابح جيليوم موجودة معنا لحتى تحكينا وتحدثنا عن موضوع وضع الخطط والأهداف للسنة القادمة رهب صارت معنا بي الاستوديو أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك يا حال أهلا وسهلا فيك يا سازة رهب سازة رهب أنت كمان بتحطي خطط وأهداف للسنة الجديدة بداية يعني مثل كل الناس يمكن هاي القصص اللي هي ما بعرف إذا نحنا من أولى وعارفين مسبقاً أنه يا حتتغير يا ما حتنجح فتمرئي بهذه التجربة؟ ماتنا خطيت خلينا عايشيني كل يوم بيوم هذا دائماً هاي المقولة كل ما تسأل حدا أو كتير من الناس خلينا نقول لأنه كتير ناس مثلاً عم تحطوا خطط عاملين شي مثلاً السنة الجديدة شو الشي اللي حاطينو ببالكن تعملوه دائماً بقولوا لك أنا بعيش كل يوم بيوم أصلاً بهذا الوقت وبهي الأوضاع ما فيش اسمه تخصيص هذا الأنسب يعني تمام هذا الأنسب ولا شو أنا بدي عزب حالي أساساً كتير بحط خطط ودائماً تفشط هي مشكلة معناتها مو بالأشخاص يعني مشكلة بالفكرة نفس وأحياناً على سبيل الدعاء بيقولوا أنه والله لا أهداف 2018 و2017 في ساتون جداد ما استخدمتم أنا بصدقها هي أكثر فكرة تفاولية سمعتها يمكن بي عشرين واحد وعشرين كتير حبت أستاذي ممتاز فلذلك كتير من الأشخاص اللي بتحب تخطط وأوقات كتير بلكن إحنا من زمان خططنا لكن الواقع غيرنا كل مخططاتنا طيب هل هذا شي حقيقي ولا هذا كلام مجرد حكي لأنه هنه محبين أنه يتعبوا حالاً أو هنه يعرفوا شو هي استراتيجية تخطيط أو شو يعني تخطيط هل الناس الناجحين بحياتهم بخططوا ولا لا أول شي إذا نحن بنعرف شو يعني مخطط أو تخطيط تخطيط يعني هو وضع خطوط أو رسم خطوط أو وضع خطوط عريضة فدائماً المهندس قبل ما يبلش أي عمل دائماً بيحط مخطط ما بيفوت والله بدأ يبني بناية يلا يجيبوا هالحجار وخلونا نبلش نحطهم حتى الأشخاص مثلاً بالشركات الكبيرة دائماً بتحط مخططات حتى هلأ للبرنامج تبعكم يلي هلأ نحن فيه حاطة مخطط عرفان شو اللي بدك يا شو التأسيمات مين الضيوف تمام لذلك استضيفتوني اليوم عندكم فلذلك كتير مهم الناس الناجحين بحياتهم أنه هن بدون يخططوا لكن التخطيط ما هو نحط شغلات غير واقعية والتخطيط ما هو شيء مثبت تمام أنه أنا ما فيني غير هدول الأهداف تبعي وخلص إذا صار في شيء طاري وما زبط معي شيء معناتها أنا بنصف كل المخططات تبعي لا ودائماً كل ما بدي خطيط التخطيط دائماً مرتبط بغاية والغاية هي شو؟ هي هدف فالهدف تبعي أنا شو هدفي بالحياة؟ دائماً لازم كل إنسان يفكر أنا ليش عايش هون؟ ليش الله خلقني؟ أكيد الله ما حطناه بالدنيا مشان يقعد يعزبنا أكيد يعني رب العالمين رحيم بعباده ذلك نحنا فيه إنا هدف معين وهدفنا هو إعمار الأرض أكيد كلمة إعمار الأرض مو أنه شيء بحجاره أقعد عمر كل إنسان بعمر الأرض بحسب قدراته بحسب المهام الموكلة إليه فالذلك كل إنسان لازم يعرف أنا شو رسالتي بالحياة؟ شو الشي أنا اللي لازم ساويه؟ ولازم يكون يعني شو يعني رسالة؟ يعني شو هو الهدف العظيم؟ يذي إذا حققته بحياتك وغادرت الحياة حتكون مبسوط خل كل شخص هلا عم يسمعنا يفكر بهذا السؤال يقعد هيك يحط حاله يهدى ويبلش يشوف أنا عن جد ليش عايش؟ هل عايش بس مشان آكل وإشرب؟ هل عايش مشان أركض ولا مضيعات الوقت والحياة وإنه بس تهاف فن ولازم أنبسط؟ كيد نحن لازم نبسط والفن بحياتنا والمرح والسعادة هو جزء وفي عنا أوقات للفراه كمان فينا نقضية بيعدة في موضع لكن نحن كتير من ضيوات كل شخص مثلا على السوشال ميديا ويعود على الفيس على اليوتيوب من فيديو لفيديو بيكون حتى مثلا على وقات الواحد بيكون ده يفتح الواتس مشان يطلع شغلي أو يفتح الموبايل ليطلع شغلي مبلغ حاله غير غري وصله كم ساعة وآخر شي نسي لش هو فاتحه فنحن كتير مهم لازم نحط مخطط بحياتنا هلأ المخطط في عنا خطوط عريضة بعدين منبلش بقى بالتفاصيل تماما وهي هون حديثنا يعني اليوم خلينا نقول في هدف سامي لكل شخص هدف أو أكتر من هدف متعلق بحياته بشكل عام لكن لما بدنا نجزئ الموضوع إذا في إزايا صح تسميتها بأهداف ثانوية بالنسبة لعام بالنسبة للشهر بالنسبة ليوم بالنسبة لساعات قادمة فاليوم على مستوى سنة كاملة بأشهر الـ 12 اليوم نحن بختام سنة كيف منحدد أهدافنا على أي أساس بالبداية أول شي بني أعرف شو حققت خلال سنة 2021 شو الإنجازات اللي حققتها شو الأشياء اللي هي كانت بالي وما تحققت أو أنا حاططة أو أنا كاتبة وما تحققت فهي أول شغلة لازم نكتبون لحتى أعمل تقييم لحالي أعرف شو يلي لازم ساويها للسنة الجديدة طيب بسنة 2022 خلونا نبلش فيها بحالة من التفاؤل حالة من الأمل دائما أنه أنا حط مخططات وإن شاء الله بإذن الله حتى تحقق طيب هنا في نقطة كثير مهمة في عنا شي اسمه أحلام وفي عنا شي اسمه أهداف الحلم لحتى يتحقق ويصير هدف لازم يمر ضمن نظريات تمام لازم نحطه ضمن مخطط يلي هو بسموه مخطط سمارت اللي حنحكي عليه ولازم كمان يكون ضمن قاعدة رفق كمان حنحكي عليها فهون بقى ولازم كمان شغلة تعني دائما لازم فلازم يكون على 8 جوانب للحياة وقات كثير الأنسان بخطط على الجانب العملي والجانب الدراسي هاي أكتر شيء طيب وباقي الجوانب صحية مثلا تمام في عنا جانب شخصي صحي روحي بعدين بيجي العائلي والاجتماعي بعدين بيجي عنا المادي وفي عنا تمام فهنا في عنا 8 جوانب هدول 8 جوانب لما نحن نشتغل عليهم بطريقة صحة بالتساوي بالتساوي حسب تمام لكن أوقات كثير الأشخاص تنسى الجانب الصحي تمام ما بتركز على صحتها ما بتلاقيها غير هي بلها شا تمرض وتتعب عن جانب الروحي احنا شو هم نساوي للروح تبعنا لحتى هي اللي بدأت قوينا جانب الشخصي تبعنا هل أنا عم طور من ذاتي هل أنا عم غير مثلا شوفي عنتي نقاط ضعف شوفي عنتي نقاط قوة كثير مهم كمان أنا ركز على هذا الموضوع لازم فيه كمان مربع اسمه صوات يلي هو القوة الضعف الفرص والتحديات نجب أن أشوف شو نقاط الضعف تبعي يلي هي مفيدة أنه أنا قوية إن كان مثلا عن الجانب الشخصي إن كان عن الجانب الدراسي وإن كان عن الجانب العملي فلما أنا بكتبهم بشوفهم قدامي بشي مكتوب هون بقى بحسن نسق بيناتهم طيب أوقات كثير فيه فرص بحياتنا لكن نحنا لما منكون قاعدين حاطين الهم والغم فهذا الشي يعني دائما الدموع بقوله تمنعك من رؤية النور فلذلك لما نحنا قاعدين عم نبكي على حالنا وعلى الوضع تبعنا فهذا الشي بيخلينا أنه نحبط وبتمر الفرصة وما منشوفها أما الإنسان الناجح اللي هو بيعمل وبيطور من ذاته وأول ما تجي فرصة ولو كانت صغيرة فتغري بيلقطع لما بيلقطع بيحسن بقى يستفيد منه هلأ الإنسان في عنده تحديات كثير بحياته كمان لازم يكتبون يعرف شو أن هدول التحديات اللي هي حتواجهها بحياته هيك المخطة تصار كتير كبير تمام تمام هلأ هو بدي يكون لازم يكون كبير وهذا أفكر هذا كله هذا أوتلاينز يعني هدول كله حطوط العريضة للحديث حكيتي نقطة كثير مهمة عن قاعدة يعني من خلالها نحنا خلينا نقول من نكون عم نوزن أهدافنا هل هي مناسبة أو لا هل حتنشح أولى هلأ الأول شغلة كما أننا حطينا لثمان جوانب بلش مثلا على الجانب الشخصي أنا شوفي عندي حطيت نقاط القوة نقاط ضعف شو عندي فرص شو عندي تحديات بلش بقى بشوف شو الأولويات تبعي شو الأهم شو الشغلات اللي أنا لازم طور حالي فيهم مثلا أوقات الأنسان هو شخص بيغضب بسرعة دول أوقات الشغلات نحنا ما مننتبه له طيب أنا ملازم تدريب حالي كيف إهدى لازم كمان اتعلم كيف عندي مثلا ثقة بنفسي هلأ كثير من الأشخاص تلاقيهم هني ليش ما بيحبوا التخطيط وليش ليش لأنه ما عندهم ثقة بنفسه أو بيخافوا من الفشل تمام أهالي اللي بيخاف من الفشل هو ما عنده ثقة بنفسه الإنسان لا يجد فشل تجارب خبرات هدول لما الإنسان بيفشل بشغله معناتا صار عنده خبرة دائما الإنسان بتعلم من كيسو فلذلك الإنسان دائما لازم يطور حاله يشوف أنا شو نقصني طيب أنا ما عندي تفاؤل طيب أوكي الوضع ما في تفاؤل طيب أنا شو لازم أعمل كيف لازم أدرب حالي شو الشغلاتي اللي لازم إلغيها بحياتي يعني وقت كتير الإنسان بيفتح الفيس بفوت على الجروبات كل الناس عم تحكي مشاكلها وكله متدايق ومزعوج مجانب ما فتحه خمس دقايق بصير بحالة أحباط طيب أنا ما بدي أتفاعل مع المجتمع لا أتفاعل لكن إذا أنت تفعله بطريقة سلبية المجتمعش استفاد هل تغير شي ما في غير أنه أنت لحت أحباط ولحت تنهار فهون بقى لازم نحن نفكر أهم شغلة أنا كيف لما كون بحالة مدايق مكتئب في وضع راهن أنا كيف بدي أطلع منه هون لازم ندرب حالي مدعما إحنا ما نستنى الظروف لحتى تتغير أنا بدي أدرب حالي كيف أتعامل واتكيف مع هاي الظروف وأطلع منه ولاقي فرصة جديدة بحياتي فهون بقى أبلش بقى بحط مثلا هدول المخططات طيب في عنا حكينا نظرية اسمها سمارت شاني سمارت سمارت هي أنه كل هدف بده يمشي بدنا يكون أول شي بده يكون واضح بده يكون محدد بيكون محدد بوقت بزمن قابل للقياس كتير مهم كمان من الفكرة الأساسية يكون هو هدف واقعي وإيجابي إنسان لما بيقول أنا ما بدي أعمل هاي الشغلة أنا ما بدي أكون عصبي شو بده حتى بطريقة إيجابية كتوب أهدافك أنا ما بدي أكون إنسان فاشل شو بده بدي أكون إنسان ناجح طيب كلمة ناجح هي كلمة مطاطة كتير وإنسان أنا بدي أركز فيها بيشو بدي أكون ناجح بدراستي بعملي بعائلتي هلأ كمان كتير الجانب العائلي عم يكون مهمش طيب أنا شو بدي أعمل مع عائلتي كيف بدي أعمل أهداف على الصعيد العائلي إن كان مثلا شاب أو صبية قاعدين مع عائلتهم طيب أنا هل هنا قديش عم يتواصلوا مع أهلهم ولا طول وقتهم يا أما مثلا شغل دراسة موبايل قديش نحن عم نعب مع أهلنا صايرين قلنا لما الواحد يعب مع أهله ويعب بس بيضخانه يعني هاي الجوانب فعلا العائلية والشخصية يمكن عم تغيب عن بال كتير من الأشخاص يعني ما بتحس أنه هي الفوكس عم بيكون علي وأغلب الأهداف خلينا نقول يعني الجميع يشترك دائما خلينا يعني هدفين أساسيا هني إطلعنا التدخين وممارسة الرياضة ما في أي شاب اليوم تحديدا يعني خلينا أقول هيك من أصدقائي يجب أن ألاقي دائما بالك أنا على السنة الجديدة بدي بطل دخان وأنا على السنة الجديدة رح أتمرن ومسلا أشتغل على هذا الموضوع فوجود أهداف سابقة والصطايا ما تنسى بدايت بدايت فوجود أهداف سابقة غير محققة قديش ممكن يكون هذا الموضوع محبط يعني اليوم أنا مثلا ما رأيت السنة كان معظم أهدافي لم يحقق لا ظروف أنا ما أدرت ظروف ما ساعدتني إلى آخره من المسببات قديش هذا الموضوع محبط إعادة وتكرار الأهداف للسن الجديد كثير مهم ليش لازم أعمل تقييم لأنه مثلا كان حاطب مخطط أنه هو يقلع عن الدخان كان حاطب مخطط أنه هو يلعب رياضة كانت حاطب مخطط أنه هي تعمل دايت طب ليش هل هدول ظروف خارجية هاي ما العلاقة بالظروف الخارجية بحاجة لموعد يعني نقول مثلا نحدد نطا أنا لازم محدد أو من أول أسبان أول سنة إنه لازم يكون محدد واقعي وقابل للقياس يعني وشاني قابل للقياس وفي محدد بزمان قابل للقياس يعني أنا بدي أعرف مثلا أنا فرضا إذا بدي أعمل دايت بدي حط مثلا مخطط تقريبي أنه أنا مثلا أوكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة أنا لازم مثلا نكون خسران مثلا عشرة كيلو أوكي فأنا بحط ببالي هذا الموضوع فببلش بقى بقسم يعني على مستوى إذا واحد بالشهر ثلاثة كيلو ممتاز فهذا الشي بعمله بتأسيمات واقعية مو بقول والله بدي خلال شهر بدي روح عشرة كيلو أو عشرين كيلو هذا شي غير واقعي خيالي أو أوقات كتير بدي حط الواحد باله بدي أعمل الدورة كذا وكذا 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 كلهم بهدور الشهرين شو مشان طبقه ما عندي وقت ما بلحب في عندي أولويات نزالك تعمل الإنسان تمام بحط الأولويات كمان طبعاته هلأ كتير في عنا كمان مربع الأولويات اللي في عنا عاجل وهم عاجل وغير هام يعني هو هون عاجل وهم هي حالة الطوارئ عاجل وغير هام يعني هو عفوا عاجل وغير هام يعني دائما مثلا تجينا مثلا مكالمات يجينا واتس يجينا كذا شغلات يعني هذا لكن هو يسموه مربع الخداء فكرة الواحد أنه هو مهم هو مهم لكن هو غير هام لكن هو عاجل أنه أنت لازم تخلص منه في عنا المربع كمان يعني معظم الناس بتضيع وقته فيه اللي هو غير هام وغير عاجل كتير الأشخاص عايشين بهذا المربع المربع اللي الناس بتنساولي اللي لازم على السنة الجديدة تركز عليه اللي هو هام وغير عاجل هام وغير عاجل يعني أنا هون بحط مخطط هذا المخطط بحياتي لما حطه ورتبه وأعرف شو اللي أنا لازم ساويه وحكينا على 8 جوانب الحياة فهون كتير هذا الشي بساعدني أنه أنا شوف شو الشغلاتي اللي هي إلي أولوية بحياتي بلش أشتغل عليها بلش حطها كتبها هلأ أكتر شغلة بتساعدني أنا لقيت كتير حلو هاي في عنا هون البلانر هاي البلانر مخطط صاري بتنبع يعني بسوه فالإنسان بيفتع مثلا في عنده كل أسبوع حاطين فيه شو بدك تساوي فحاطين للسنة كلها أنه أنت شو بدك تعمل شو بدك تساوي هذا الشي بيخليه أنه هو يسهل عليه الموضوع لما يلاقي أوقات فيه شغلات مبوبة شو المهام يلي عندك دفع الفواتير يلي أوقات كتير نحنا منساهم بعد ما يقطعوننا خط التليفون أو من ماتل فيهم فمنتذكر آه علينا دفع فواتير قداش فيه أشياء هي مهمة وعاجلة ونحنا كتير نتناساها لذلك الإنسان لما بيحط مخطط بحياته لكن هو بدي يحطه بطريقة مثل ما أنه طريقة واقعية وإذا كان عم يسمع للآخرين أو عم يسمع على المحيط فهذا الشي بيفشل الخطة بالمجمع؟ طبعا إذا كان المحيط كتير متشائم دائما هلأ هذا بيفشل وكمان إذا كان قاعد مع أشخاص طبع أنا عملت وأنا ساويت هذا بيفشل كمان إيه بيفشله لأنه كمان هذول الأشخاص بيحسسون أنه أنت ما بيطلع بإيدك تعمل شيء فلذلك الإنسان حتى مثلا طالب بالمدرسة أو بالجرامعة إذا ما حتمه خطط من أول السنة وركز حاله فهو حيلاقي حاله بحالة الطوارئ آخر شيء وهو ما له ملحق شيء يعني وصلنا للفحص النهائي وهو لسه ما له ملحق أوقات الإنسان بعمله إذا هو ما بيكتب المهام وشو الأشياء اللي بدي يعملها وبيمشي خلاص حسب يلي قدامه بيساويه فهون كمان هذا الشيء بيؤدي للفشل طريقة الكتابة يعني هيك نعتبر نصيحة أخيرة منك رحف طريقة الكتابة بغض النظرين عن وجود هذه المفكرة اليوم بيكتب أنا مثلا عن كل شهر هدف معين ضمن كل شهر برجع براجع أو بيشتغل شو الطريقة اللي أنا بيكتب فيها خلينا ناخد شيء بسيط أنه بالبداية مثل ما حكينا أنا بحط ثمان جوانب الحياة تمام بعدين ببلش بقسم بحط على كل جانب على الأقل ثلاث أهداف هي الأهداف المهمة بعدين بعد ما بتحط ثلاث أهداف ببلش بقى بمسك مثلا المخطط تبعي أنه هذا بهالشهر بأول ثلاث شهر خلينا نقسم السنة لتقريبا كل ثلاث شهر بيكون عنا مثلا مواضيع معينة أو أهداف معينة أنا بدي حققها لكن لازم يكون فيه توازن بين ثمان جوانب هي كتير مهمة لما بحط الهدف هل بشوفه كمان واقعي بيتحقق ما بيتحقق ظابط قديش أنا حاستفيد منه طيب بحطهم هاي بحط مثل ما أنا الخطوط العريضة بعدين بمسك بقى بقول طيب بهذا الشهر أنا شو الأشياء اللي بدي أعملها فبكتبون بعدين بلش بعدين كل شهر بشهره كل أسبوع بأسبوعه تمام؟ أوقات الإنسان اللي ما كتير بيحب التخطيط خلينا نكتبهم بي بخطوط عريضة بعدين شوي شوي يدرب حاله دائما بقولوا لا تكتب فقط تفكر بي حبرها وكتبها على وراء بسبازي أنا عندي فضول لأننا نحن اليوم بآخر حلقة دامسكو بالسنة أنه نسألك مثل ما هلأ حتشوفي كمان من سألنا عن الشي اللي أنت عم تحضري له للسنة الجديدة يعني تقدري تعطينا واحد هدول الهيدلاين استازرها في صابح جي شو حتعموها للسنة الجديدة؟ هلأ أكيد كل إنسان عنده أهداف فهلأ دائما بآخر السنة لسا عندي هلأ يعني هالفترة تتمت السنة خلينا نقول نعمل جرد يعني أول شي لعزم أعمل جرد لكل شي عملته خلال السنة الماضية لحتى أشوف أنا شو الأشياء اللي حققتها شو الإنجازات اللي ما حققتها لون بدي وصل شو عندي لسه مخططات أكيد في عندي كمان مخططات للسنة الجديدة واحد منهم بيكفل هلأ مفاجأت خلص معناها على أمل يعني تحقيقيا أكيد نتشكرك على نصائحك اليوم والمعلومات اللي قدمتيا ونتأمل إلك ولل جميع الناس يعني حققوا أهدافهم خلال السنة القادمة والسنوات القادمة أكيد يعني نتمنى لكل التوفيق استاذرها فإذا ما عرفنا المخططات هلأ حنعرفهم بحلقات قادمة من دامسكو حضرتك دفا عزيزة ودائمة معنا نورتينا لليوم